اشتركوا في القناة زي المية مشهورة جدا الغازية معروفة زي الهواء زي البخار زي أي شيء من الأشياء هاي فهذه اسمها صلب سائل غاز معروف بالنسبة لكم لو جبنا أنا وياكم مكعب ثلج مكعب ثلج هذا مكعب الثلج أجينا حطناه في كاسة مي فاضية يعني جبنا كاسة فاضية ودبينا فيها مكعب الثلج وتبعناه تفرجنا عليه راح تشوفوا أن مكعب الثلج بلش يتحول من ثلج صلب إلى ثلج لا إلى سائل شو السائل؟ مي والثلج الصلب والمي ترى نفس التركيب الكيميائي لكن الفرق بيناتهم الحالة الفيزيائية أنه هذا صلب وهذا سائل طيب المكعب بتاع الثلج لما سويناه مكعب ثلج استخدمنا مبرد الثلاجي طيب لما حولنا الصلب اللي هو المكعب إلى سائل استخدمنا الجو أو استخدمنا شوية تسخين طيب السؤال بطرح نفسه هو شو اللي خلت ثلج المكعب يتحول إلى سائل؟ هذا بسموه في علم الكيمياء والفيزياء الإنصهار الإنصهار هو تحول المادة الصلبة أو الصلبة إلى المادة السائلة باستخدام الحرارة طيب المادة الصلبة تحولت إلى سائلة امتصت حرارة من المحيط أكيد رح تأخذ حرارة سواء بالتسخين أو من الجو وتتحول إلى سائل طيب لو عكسنا لو جبنا السائل وأردنا نحوله إلى صلب إيشنا نعمل؟ بدنا نبرد طيب هاي العملية شو اسمها؟ سائل يتحول إلى صلب تجمد عشان يكفي عنا عمليات تحول الحالة الفيزيائية إلى حالة فيزيائية أخرى طيب مين هي الحالة الفيزيائية؟ صلب سائل غاز صلب سائل غاز في حالة رابعة اسمها البلازمة وهاي الحالة مش مطلوبة منكم اللي هي نجيب البخار ونظل نعطي حرارة نعطي حرارة نعطي حرارة حتى يصبح حالة أيونية مزيج ما بين الغاز والحالة الأيونية حتى يعني صفتها إنها لا هي غازية ولا هي سائلة زي الهلام وكذا هاي مش مطلوبة منكم اللي الحالة الرابعة البلازمة تعالوا على لوح نقول بسم الله بيقول لك الحالة الصلبة حالة سائلة حالة غازية إذ حالة الصلبة كلكم تعرفوا يرمز لها بالرمز اس الحالة السائلة والحالة الغازية لتحويل الحالة الصلبة إلى حالة سائلة تفرج على السهم أحمر عملية الانصهار طيب سؤال عملية الانصهار بتحتاج طاقة ولا بتعطي طاقة انت بتسخن الصلب بتسخن الصلب عشان يتحول إلى سائل فعملية الانصهار عملية ما صال الطاقة يعني التفاعل يمتص الطاقة بياخد طاقة طيب تحول عندي إلى سائل وهالطاقة ظلت أعطي 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 السائل السائل حتى يتحول لغاز اسم العملية تبخر معناته أنا برضو بمتص طاقة فتحول السائل إلى غاز بعملية التبخر هو تفاعل ماص للطاقة إذن انتبه الصلب إذا تحول إلى سائل اسمه انصهار آه بدك تحفظ اسم العملية وهي عملية ماصة للطاقة تحتاج طاقة تحول السائل إلى غاز عملية التبخر والتبخر أيضا يحتاج إلى طاقة طب لو عكسنا الغاز إذا تحول إلى سائل اسم العملية تكاثف والتكاثف عكس اللي فوق إذا فوق ماصل الطاقة هاي شو بتكون طارد للطاقة حاب أعطيك مثل لما تغلي المية عندك ونت بتسوي شاي أو بتعمل قهوة جيب لك صحن فاضي ابعده هيك شوي عن البخار وخليه مايل راح نشوف أنه البخار بطلع على الصحن بيتكاثف بيتجمع وبتحول إلى قطرات انت شو عملت انت أخدت البخار الساخن ووفرت له سطح هذا السطح البخار لما أجت راكم عليه فقد الطاقة اللي بيحملها للصحن وتحول إلى سائل عشانك بعد شوي لو ما حطيت إيدك على الصحن حتلاقيه سخن شوي منين جاب الحرارة؟ آه الحرارة انتقلت إلى السائل عن طريق التسخين تحول إلى بخار لما جبت الصحن خليته يترسب عليه أو يتراكم عليه أو يتكاثف عليه فقد هذا البخار الطاقة للصحن وتحول إلى سائل فعملية التكاثف تحول الغاز إلى سائل عملية التكاثف طاردة للطاقة والحال السائلة إذا حولتها لصلب بحتاج لفريزر والفريزر هو عبارة عن جهاز بيسحب الطاقة من المواد لاحظ بيسحب الطاقة من المواد عشان يك تحول السائل إلى صلب يحتاج إلى تبريد والتبريد يسمى عملية التجمد وعملية التجمد عملية برضو طارد للطاقة إذا لاحظ كل عمليتين فوق بعض عكس بعض عملية انصهار عكسها التجمد انصهار من صلب إلى سائل التجمد من سائل إلى صلب أضرب مثال مكعب الثلج صلب عندما ينصهر مش نقول يذوب غلط الكلمة لازم ينصهر ينصهر يتحول إلى سائل ينتص طاقة من المحيط فبيبرد الجو طيب إذا عندي سائل حبيت أحوله إلى غاز سائل حبيت أحوله إلى صلب يعني أرجعه لأصله بدي أحطه في الثلاجة أجمد يعني بدي أسحب الطاقة اللي أخذتها منه فهو طالد للطاقة السائل بيطرد الطاقة الفريزر بيسحبها وبتحول إلى صلب طيب الحالة السائلة إذا أرادت أن تتحول للحالة الغازية اسم العملية تبخر غليان الماء بنبخر السائل نعطيه طاقة بتحول إلى غاز عملية التبخر ما أصل الطاقة السائل بيمتص غاز حتى يتحول إلى بخار طيب البخار إذا بده يرجع سائل هالبخار جواه طاقة بيفقدها للسطح اللي تكاثف عليه بيفقدها وبيرجع بيتحول إلى سائل فلاحظ التبخر عكس التكاثف والإنصهار عكس التجمد في حالة أو في عملية اسمها التسامي هي تحول الصلب إلى غاز دون المرور بالحالة السائلة هاي عملية التسامي عملية بتشبه الإنصهار والتبخر بإنها عملية ما أصل الطاقة ليش؟ لما تفتح الفريزر في أيام الصيف رح تشوفه إنه في بخار طلع بوجهك من وين البخار ها؟ ما هي ثلاجة وبرد وحرارة سالب 2 مئوي شلون طريع البخار؟ هو تحول الحالة الصلبة إلى حالة غازية بدون المرور بالحالة السائلة وهذا يسمى التسامي هل في عكس للتسامي إني أحول الغاز مباشرة إلى صلب؟ يعني أجيب الغاز وعلى السريع أكمشه وخليه يصير صلب دون المرور بالسائل؟ يمكن توفر هاي العملية إذا عملنا ضغط عالي جدا وتبريد عالي جدا لكن هاي مش مطلوبة منكم في مرحلة الصف العاشر قل لك أحدد أي هذه التحولات يسبب انبعاثا للطاقة؟ يعني طارد للطاقة حددنا الطارد التجمد والتكاثف طيب مين منها يتطلب امتصاص للطاقة؟ يعني مين ماص للطاقة؟ قلنا الانصهار والتسامي والتبخر تمام؟ تمام التمام بيقول لك الطاقة والحالة الفيزيائية للمادة توجد المادة في حالات فيزيائية ثلاث عندي ثلاث حالات فيزيائية الصلبة والسائلة والحالة الغازية في حالة رابعة لكن قلنا مش مطلوب منكم في صف عاشر تعرفوه إن شاء الله في الأول ثانوي ولكل من هذه الحالات خصائص معينة تعتمد على طبيعة المادة والروابط بين الجسيمات يعني شو اللي بيخلي المادة صلبة ومادة سائلة ومادة غازية؟ شو اللي بيخليهم؟ السبب اللي بيخلي المواد صلبة أو سائلة أو غازية إشي بيسموه؟ طبيعة المادة وروابطها بين الجسيماتها يعني في مواد الله خلقها عز وجل الغازات أعطيك مثل الغاز تبع القداحة أو غاز تبع الغاز الغاز اللي بنستخدمه في الطبيخ غاز الطبخ بيسموه هذا ربنا عز وجل لما خلقه لما خلق هذا الغاز اسمه غاز لبيوتان هنأخذه في المركبات العضوية في الأول ثانوي اسمه غاز بيوتان يتكون من أربع ذرات كربون و عشر ذرات هيدروجين أربع كربونات عليهم عشر ذرات هيدروجين اسم الوحدة الواحدة بيوتان هذا لما يحفره في الأرض بيطلع الغاز هيك شكله شكله بيوتان هو غاز ربنا عز وجل خلقه غاز طيب لو مسكنا لبيوتان وسحبنا منه عيني هالقدي زي هاي طلعها طلعت اشي هذا افرض انه بيوتان افرض انه بيوتان الغاز تاع البيوتان اللي جوه اللي جوه اللي جوه ها بس حبت بيوتان وحده ولا بيوتانات كثار بتقول لي مليارات عدد أفو قادروا من البيوتان البيوتان وأخوه البيوتان هل في بناتهم ترابط ولا بس الترابط بين البيوتان جوه يعني البيوتانة والبيوتانة أو الغاز والغاز ما في بنتهم أي تجاذبات بقول لك صديقي رح تعرف في التصف الأول ثانوي أن هناك أنواع كثيرة من الروابط أنتوا درستوا الرابطة التساهمية في المركبات اللي بترتبط برابطة تشاركية أو تساهمية درستوا المركبات الآيونية آيون مع آيون موجب مع سالب هذا الآيون والآيون أو المركب التساهمي فيه جواته جواته زي H2O الآو مع HH هاي رابطة تساهمية وهاي تساهمية NACL بين الـ NA والـ CL فيه رابطة اسمها آيونية فعشانك ميزنا المركبات آيوني وميزنا المركبات بينها مركبات جزائية احسب صيغة جزائية وإحسب كتلة الصيغة إذا منذكرين هالكتلة المولية كنا نقول عنها بالدرس القبل فأنا وإياك بنعرف هاي الروابط لا فيه رابط ثانية هسا جزيء الـ H2O والـ H2O هذول إخوان H2O جوه الكاسة فيه بينهم ترابط اسمه هيدروجيني فيه مركبات أخرى تترابط برابطة اسمها ثنائي القطب فيه مركبات تترابط مع بعض راحب مركب مع مركب مش ذرة وذرة مركب ومركب بترابطوا مع بعضهم برابطة اسمها لندن فيه إيش اسمه فاندر فارس فيه كثير إن الروابط هنعرفها إن شاء الله في صفوف لجاي هاي اللي بتخلي اللي هي طبيعة الروابط بين الجسيمات هاي اللي بتخلي مادة سائلة عن صلبة عن غازية سبحان الله بتلاقي المادة بتشبه مادة ثانية من حيث الكتلة المولية ومن حيث التركيب وفيه إش بسموه لها قدام التهجين وا 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 تشبهها تماما لكن هاي سائلة هيك ربنا خلقها وهاي غازية زي يعطيك مثل الأمونيا NH3 والمي المي H2O كتلته الجزيئية آآ 16 واثنين 18 18 جرام لكل مول يعني كتلته بصيغة الAMU 18 AMU الNH3 الأمونيا N وثلاث أتشات آآ 14 15 16 17 يعني كتلته المولية 17 شوف الفرق بينهم فرق واحد هذا 17 جرام لكل مول هذا 18 جرام لكل مول الماء على حرارة 25 سائل سائل زي هيك الأمونيا على حرارة 25 غاز طب ليش؟ طبيعة الترابط بين الأمونيا والأمونيا بين الماء والماء فيما بينها هي اللي بتخلي هذا غاز هيك ربنا خلقه وبتخلي هذا بتخلي هذا سائل طب أنا كيف أقدر أحول من غاز لسائل قلنا حكينا قبل شوي عن طريق عمليات زي التجميد زي التكثيف زي التبخير هاي العمليات ممكن أخلي المادة بدل ما هي غاز أحولها لسائل عشان أقدر أنقلها واستفيد منها أحول مادة من غاز من سائل إلى غاز عشان أقدر أستفيد منها في عمية الحرق وووة وغيرين فبقول لك ويمكن أن تتحول المادة من حالة فيزيائية إلى أخرى كيف؟ يمكن تحول الغازات آه نحفظ نحفظ نحفظناها فوق أصلا الغازات إلى سوائل عن طريق الضغط أو التبريد الضغط أو التبريد يعني من غاز إلى سائل شو قلنا؟ غاز إلى سائل اسم العملية تكاثف غاز إلى سائل التكاثف يعني التكاثف كيف يحدث؟ إما عن طريق الضغط زيادة الضغط أو عن طريق التبريد فأنا بقدر أسوي تكاثف عن طريق زيادة الضغط أو التبريد هاي أو هاي طبعا إذا عملت الثنتين ممكن أقفز لمرحلة الحالة الصلبة اللي هي بسمو التكثيف العالي ما علينا كمل كذلك يمكن تحول المادة الصلبة إلى سائل بالتسخين صلب إلى سائل وين هاي صلب إلى سائل؟ أو الله هيو صلب إلى سائل عن طريق الإنصهار صلب إلى سائل إنصهار تسخين أعطي طاقة مكاعب الثلج اذكر كمل قل لك وهذا يشير إلى أنه يرافق تحول المادة من حالة فيزيائية إلى حالة أخرى تغيرات في الطاقة فالتحولات اللي شرحت لكم إيها بالأول هي عبارة عن تحولات بين صلب وغاز صلب وسائل سائل وغاز هاي تحولات التبخير والتكثيف والتجميد هاي يرافقها تغير في الطاقة هذا اللي بدي وصل لك يا الكتاب قل لك وهذا يشير إلى أنه يرافق تحول المادة من حالة فيزيائية إلى أخرى تغيرات في الطاقة فقد يكون هذا التحول ماس للطاقة أو طارد لها مين الماس للطاقة؟ قلنا الماس للطاقة عملية التبخير أنا لما أبخر ماس للطاقة بدي أسحب بدي أعطيه طاقة عشان يتبخر وعملية إيش كمان؟ هكي لهم فوق لا تنسى الانصهار والتبخير والتسامي هذول الثلاث تبخير انصهار تسامي عمليات ماس للطاقة تبخير انصهار تسامي ماس للطاقة والعمليات الطاردة التجمد والتكاثف عمليات طاردة للطاقة كاتب لك يا صديقي العزيز الانصهار تعريف الانصهار هو عملية تحويل المادة من حال الصلبي إلى الحال السائلة وهذا يتطلب تزويد المادة بكمية كافية من الطاقة يعني مو أي كمية من الطاقة لازم كمية تكفي من الطاقة طاقة حرارة مش طاقة صوتية أو طاقة حركية طاقة حرارية للتغلب على الترابط تعال 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 بين جزيئات المادة أو ذراتها يعني أنا عندي ماء سائل هيو هذا الماء السائل H2O بدي أحوله لبخار H2O بس هذا غاز وهذا لكود أنا عشان أحول السائل إلى بخار لازم أعطي حرارة لما أعطي حرارة يعني تفاعل ماص للطاقة لما أعطي السائل حرارة بحوله من سائل إلى غاز بس هل أول ما أحطه على النار ويلا بسم الله بتحول لبخار الجواب لا لازم يكتسب طاقة يكتسب طاقة يكتسب طاقة إلى أن يصل إلى حد معين يبدأ تحول السائل إلى بخار هذا الحد اللي أنا بعطيه للسائل اسمه الحرارة اللازمة للتبخير طيب أنا عندي عشرة جرام مي صديقي عنده طنجرة مي صديقي عنده ثلاث كيلو مي كل واحد بحتاج كمية مختلفة صح أو لا؟ فعشان يكفي عندنا مصطلح اسمه المول أنا لو جبت واحد مول من الماء وحولته من سائل إلى غاز هاي بيسموها طاقة التبخر المولية طيب لو عندي واحد مول من الغاز بدي أحوله إلى سائل تكثيف صح؟ سائل غاز غاز أحوله إلى سائل تكثيف فأنا بدي أحول الغاز إلى سائل بتقولي لو جبت واحد مول من الغاز طاقة التكثيف المولية طيب أنا عندي واحد مول سائل سائل بدي أحوله إلى صلب تجميد تجميد كمية الطاقة اللازمة لتجميد واحد مول من الماء السائل وتحويله إلى واحد مول ماء صلب طاقة التجمد المولية ليش أنا قلت إنها واحد مول فشو قل لك؟ قل لك وهذا يعني أن الإنصهار عملية ما وصل الطاقة طبعا حكينا عنها فوق يمتص الجليد طاقة حرارية من الوسط المحيط الجليد عشان ينصهر بيمتص الحرارة من اللي حواليه عشان هيك الأيام الثلج وهي تشتد وهي ترمي ثلج الجو بارد لكن لما الثلج بدي يبلش ينصهر ويتحول إلى سائل الجو بيبرد أكثر شو السبب بيمتص طاقة من المحيط من الهوى ومن الأرض فبتنزل درجات الحرارة أكثر وأكثر لماذا نشعر بالبرود أثناء انصهار الثلج في الأيام الشتاء مثلا بقول لأن الثلج إذا أتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة اسم العملية انصهار والانصهار عملية ما وصل الطاقة فيمتص الثلج الطاقة من المحيط من الأرض من البيوت من الهواء المحيط فتبرد الحرارة أو تنزل درجة الحرارة ونشعر بالبرود بشكل أكبر شوف شو بقول لك وهو ما يفسر الشعور ببرودة الجو نتيجة انخفاض حرارته بسبب انصهار الثلج في أيام الشتاء هذا التعريف اللي حكيت لك عنه شو قل لك؟ قل لك وتسمى كمية الطاقة اللازمة لتحويل مول لاحظ مش كيلو جرام ونص كيلو مول كمية الطاقة اللازمة لتحويل مول من المادة الصلبة عند حرارة ثابتة إلى الحالة السائلة إيش اسمه؟ طاقة الانصهار المولية عرف طاقة الانصهار المولية هي الطاقة اللازمة لتحويل واحد مول انصهار مولية الطاقة اللازمة لتحويل واحد مول من المادة من حالة الصلبة إلى الحالة السائلة لأنه انصهار من واحد مول من الصلب إلى السائل عنده حرارة ثابتة هاي كلمة حرارة ثابتة عشان ما يصرش في عندي ايش بسموه فروقات في القياس قل لك طاقة الانصهارة المولية تعريفها هو تحويل واحد مول من المادة الصلبة لانصهار واحد مول من المادة الصلبة الى الحالة السائلة عنده حرارة ثابتة طب تعال شو عكس الانصهار الانصهار تحول الصلب الى سائل طب تحول السائل الى صلب مش هاد اسمه تجميد بتقول لي اه سائل سائل الى صلب دولي تجميد عشان أحول 1 مول من السائل إلى 1 مول من الصلب اسمه تجمد فتعريف طاقة التجمد المولية الطاقة اللازمة لتحويل 1 مول إعكس من المادة السائلة إلى المادة الصلبة عنده نفس الحرارة وطاقة التجمد المولية طاقة الانصهار المولي معاكس بعض تجمد وانصهار تكاثف تبخر تجمد انصهار التجمد عملية ما أصل الطاقة أنا بعطيه طاقة عشان أجمد ولا بسحب منه طاقة ذاك تكون ركز التجمد عملية طاردة للطاقة أنا بجيب السائل بقول له هات الطاقة اللي أخدتها وارجع صلب الانصهار بجيب أقول له خذ طاقة وتحول إلى سائل فعملية الانصهار هاي عملية الانصهار عملية ما أصل الطاقة طب عملية التجمد طاردة للطاقة أذكرك ها الانصهار ماص والتجمد طارد عكس بعضهم كمية الطاقة اللازمة لتجميد واحد مول من الماء رقم طب الكمية الطاقة اللازمة لصهر واحد مول من الماء نفسها بس هي طاردة هي ماصة تاعتفرج قال لك ولكل مادة طاقة انصهار خاصة بها فطاقة الانصهار المولية للجليد انصهار انصهار مولية للجليد ستة فاصلة واحد بالمية كيلوجول معناته طاقة التجمد من هو عكس الانصهار تجمد المولية للماء تساوي نفس الرقم ستة فاصلة كيلوجول بس بشرط بس بشرط الانصهار عملية ماصة للطاقة عشان هيك الطاقة موجودة في المتفاعلات التجمد العكس التجمد العكس كيف بتكون المعادلة شايف المعادلة هاي هاي المعادلة لاحظ 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 صلب تحول الى الى سائل يعني صلب انصهر وتحول الى سائل طب لو عكست لو جبت الماء السائل وحولته الى ماء صلب اللي هو التجمد هاي عملية طارد للطاقة رح يفقد لستة فاصلة او ون كيلوجول فلاحظ اذا حفظت معادلة واحدة اعكسها بتاعة المفهوم الثاني هاي اسمها معادلة انصهار معادلة انصهار الماء معادلة انصهار الماء يمتص طاقة مقدارها ستة بوينت او ون معادلة تجمد الماء اعكس المعادلة ويفقد طاقة مقدارها ستة فاصلة ستة فاصلة او ون التبخر لاحظه وشرح لك الانصهار راح التبخر يعني مش راح عكسها راح التبخر تعريف التبخر التبخر يا غاليين هو تحول المادة السائلة الى الغازية ونفس الشيء لازم اعطيها حد معين من الطاقة بالضبط تحول المادة السائلة الى الغازية حيث تصبح جزيئات المادة او ذراتها اكثر قدرة على الحركة معروف دائما بانه الغاز حركته اسهل اسهل واكثر من مين من المادة السائلة مما يتطلب تزويدها بكمية كبيرة من الطاقة هاي الكمية الكبيرة من الطاقة تعمل على تحرير الجزيئات او الذرات من قوة الترابط شو حكينا قبل شوي السائل في جواته قوة ترابط يعني الـ HTO والـ HTO ماسكات ببعض والغاز HTO و HTO ماسكين ببعض بس الترابط بين جزيئات الغاز كثير ضعيف ترابط بين جزيئات السائل اقوى طب لحالك الترابط بين جزيئات الصلب اعلى واعلى عشان هيك انا انا بدي حول سائل الى غاز بدي اخلي يتغلب على قوة الترابط بين الـ HTO والـ HTO فبعطيه طاقة طيب انا عشان احول الصلب الى سائل بدي اعطيه طاقة عشان الـ HTO والـ HTO الصلبات المقربات عبعض يتغلبوا على هاي الطاقة فكل اللي عبتنا أنا وياكم هو إكساب المواد طاقة عشان تتغلب على الطاقة على الروابط فيما بينها مش الرابط جواتها مش H2O يعني الرابطة بين الأو والأتش لا بين الأتش تو أو وأخوه الأتش تو أو بدي أتغلب على هاي الرابطة كاتب لك تعمل على تحرير الجزئات أو الذرات من قوة ترابط بينها في الحالة السائلة وبذلك فهي عملية ماصل الطاقة يعني لاحظ شو قال لك قال لك كمان مرة عملية إيش عملية هي أقولنا أكثر قدرة على الحركة وهي عملية ماصل الطاقة عملية التبخر ماصل الطاقة إذن عملية التجمد الانصهار عفوا الانصهار هيها الانصهار ماصل الطاقة والتبخر أيضا ماصل الطاقة هاي حكا لك إياها مرة ثانية وحيث تستمد المادة الطاقة الحرارية اللازمة من الوسط الطب وحيط يعني أكيد من حواليها إذا في تسخين أو في هوا حواليها بتأخذ منه الطاقة حيث تستمد المادة الطاقة الحرارية اللازمة الوسط المحيط وهذا يفسر آه كمان مرة يفسر الشعور بالبرود أو القشعر يرى بعد الاستحمام فسر لماذا نشعر بالبرود أو القشعر بعد الاستحمام بلاش اللي بيسبحوا فيكم بس روح يضرب راس في بركة المي ويطلع بتلاقي حالك قشعرت طب ليش دمت وانا في المي مبسوط بسطلع بره بقشعر طب ليش شو السبب لأن الجزئات المي لعى جسمك اللي هتتبخر تتحول من سائل إلى غاز منها تأخذ حرارة من جسمك فحرارة الجسمك شو ما لها؟ بتبرد بيقول لك إذ يتبخر الماء عن سطح الجسم مستمدا الطاقة الحرارية اللازمة من الجلد ما يخفض حرارة الجسم ويحدث شعور بالبرودة عشان هيك اللي حرارته بترتفع في أيام اللي بيكون مرشحة أو مفلوز يغسل وجهه يتوضى دائما اللي بتكون حرارتك مرتفعة توضى غسل راسك غسل أديك لسه في صغار كمان نحط عليهم مرات كحول سبيرتو عشان يعني يسحب طاقة أكثر وأكثر عشان هيك دائما لما الحرارة ترتفع تلجأ للسباحة أو تلجأ للمي عشان المي تأخذ الحرارة من جسمك بيقول لك ويطلق على اسمع كمية الطاقة اللازمة لتبخير مول من المادة السائلة عند حرارة معينة طاقة التبخير المولية شفت نفس المفهوم طيب بيقول لك ولكل مادة طاقة التبخير خاصة بها فطاقة التبخير المولية للماء تساوي 40.7 شوي هسا تبخير الماء 40.7 طاقة التبخير المولية واحد مول مي عشان يسويه بخار بدي 40.7 كيلوجول وطاقة التجمع الانصهار 6.1 فيه فرق في الطاقات طبعا لأنه طبيعة الرابطة بين الصلب والصلب تختلف عن طبيعة الرابطة بين السائل والسائل عشانك فيه طاقة أكثر طاقة أقل بتفرج من مادة لمادة أو من حالة فيزيائية لحالة فيزيائية طيب سؤال إلك شو عكس التبخر يا غالي عكس التبخر تكاثف يلا نعرف كمية الطاقة اللازمة لتكثيف تكثيف مول من المادة الغازية عند حرارة معينة طاقة التكاثف المولية إذن طاقة التبخر المولية عكسها طاقة التكاثف المولية نفس الكلام بس من هنا من سائل إلى بخار هناك من بخار إلى سائل تكاثف والانصهار والتجمد عكس بعضهم لاحظ المعادلة معكوسة هاي اسمها معادلة تبخر الماء طيب بالله عليك معادلة تكاثف الماء شو بتكون؟ اعكس حالته غاز بتحول إلى حالته سائل ويفقد طاقة مقدارها 40.7 كيلو نفس الطاقة 40.7 فعشان هيك التبخر ماصل الطاقة والتكاثف طارد للطاقة قال لك تسهم عملية التبخر في الحفاظ على حرارة سطح الأرض وتوزيع الحرارة عليه سبحان الله سبحان الله سبحان الله لما ترتفع الحرارة بشكل عام لدينا الكرة الأرضية 70% منها ماء و30% يابسة لما ترتفع الحرارة سبحان الله بتبخر الماء نضبط على المسطحات المائية سواء في البحار أو المحيطات أو في الأنهار اللي لدينا في اليابسة بتبخر الماء هس الماء لما يتبخر من بيأخذ الطاقة؟ من أشعة الشمس أو من اليابس اللي عنده فبيأخذ الطاقة وبتبخر تيجي الرياح بتحركه وين بروح على منطقة ثانية؟ فعن البخار حمل الطاقة مش المي موجودة على اليابسة بتاخد المي تحتها في يابسة ولا لا بتاخد منها الطاقة أو الطاقة النازلة من الشمس بتاخدها هالمي بتتحول إلى بخار البخار بطلع بيجي الهواء بيحركه بيروح لمنطقة ثانية في المنطقة الثانية بيبلش البخار يفقد الطاقة الحرارية ويتحول إلى أيواء إلى ماء أو إلى سائل وبينزل على شكل المطر فلاحظ أخذ الحرارة من هون ورح فقدها في مكان ثاني فسبحان الله عملية تبخر الماء وعملية تكاثف الماء تسهم في توزيع الحرارة على سطح الأرض بشكل عام التجمد عملية تحول المادة السائلة إلى صلب عكس اللي خذناه فوق اللي هو الانصهار تحول السائل إلى صلب عن طريق تبريدها بخفض حررتها فيقل حرية الحركة للجزئات أو الذرات ويزيد من تجاذبها يعني التماسك جوا الصلب كثير السائل شوي أخف الغاز أكثر إشي حر وبتحرك لحاله فيقلل من حرية الحركة للجزئات أو الذرات ويزيد من تجاذبها وتماسكها وهذا يتطلب فقدانها كمية من الطاقة ويطلق على هذه العملية التجمد وكمية الطاقة الناتج من تجمد مول من الماء أو من المادة عند حرارة معينة طاقة التجمد المولية سبحان الله فمثلا تساوي الطاقة لازم يصهرها فمثلا يتجمد الماء التجمد المولي فمثلا يتجمد الماء ويتحول إلى الجليد عند حرارة صفر سلسيوس وفي الوقت نفسه ينصهر الجليد ويتحول إلى الماء السائل عند الحرارة نفسها نعم بقدر أنا أخلي الماء يتحول إلى جليد والجليد يتحول إلى ماء عن نفس الحرارة نفس المعنى فإذا جمد مول من الماء وتحول إلى جليد تنطلق كمية آه تنطلق يعني طالد للطاقة تنطلق نتيجة لذلك كمية من الطاقة تساوي أوبا 6.1 بتذكر ما شرحت لك هي فوق وتسمى طاقة التجمد المولية ما تعرف طاقة التجمد المولية كمية الطاقة الناتجة من تجمد مول من المادة عند الحرارة المعينة إذن التجمد المولية عكسها التجمد المولية يحكي التجمد المولية شو عكسها الانصهار المولية تجمد انصهار طيب التبخر المولية شو عكسها تكاثف مولية 100% التكاثف يتكاثف الغاز ويتحول إلى سائل عند زيادة الضغط يتكاثف الغاز ويتحول إلى سائل عند زيادة الضغط إذن دائما نحط في رأسك أنه التكاثف لازم أزيد ضغط أو أقل الحرارة أو خفض الحرارة يعني إياها إياهاي وإثنتين أحسن وأحسن فتقترب الجزيئات من بعضها عشانك شوف الغاز بعيد الضغط بيقربهم من بعض تخفيض الحرارة بيقلل الطاقة فتقترب من بعض البعض وتتحول إلى سائل طب لو ضغطت كثير وبردت كثير بتحول إلى صلب يالت أنك فهمتها فتقترب نتيجة لذلك جزيات الغاز من بعضها بالقدر الذي يسبح بتجاذبها وتحولها إلى سائل ويطلق على هذه العملية التكاثف شو هو التكاثف هو تحول الغاز السائل هو تحول الغاز تحول الغاز إلى سائل عند زيادة الضغط المؤثر فيه وتقليل الحرارة اسم العملية التكاثف اشرح التكاثف زيادة الضغط يقرب جزيئات الغاز من بعضها البعض تقليل الحرارة يسحب أو يقلل الطاقة داخل الجزيئات فتقترب من بعضها وتتحول إلى مادة سائلة كاتب لك يا غالي وهذا أيضا يسبب انبعاث طاقة حرارية أكيد طالد للطاقة وتسمى كمية الطاقة المنبعثة عندها شوف كمية الطاقة المنبعثة عندها تكاثف مول من الغاز عندها حرارة عند درشة الغليان طاقة التكاثف المولية عندها الغليان التكاثف المولية عشان نفيدكم بس عشان لا نطول الحصة كمان تعرف انه التبخر التبخر يحدث على أي حرارة يعني الآن الآن درشة الحرارة عندي في الغرفة كم هذا؟ 23 تعرف انه الآن المي لو مفتوحة عندي هنا علبة المي فيه تبخر لكن أعلى كمية التبخر بتكون عندها الغليان عشان يكون حط لك كمية الطاقة المنبعثة عندها تكاثف مول من الغازات عند درشة الغليان طاقة التكاثف المولية تمام تمام وهي تساوي طاقة التبخر المولية يعني نفسها بس هاي طارد وهاي ماصة للطاقة والتكاثف هما تحولات طارد للطاقة إذن التجمد والتكاثف طارد للطاقة معناته التجمد شو عكسها؟ انصهار والتكاثف شو عكس هتبخر التجمد والتكاثف طارد معناته الانصهار والانصهار وإيش الثانية تجمد وتكاثف الانصهار والتبخر طارد ماص للطاقة التجمد والتكاثف طارد معناته الانصهار والتبخر ماص للطاقة أقولنا التسامي هاي حالة لهم تفرج لي بله هناك سريع سريع لاحظ هذا ماء صلب يعني هذا عبارة عن ثلج مثلا مثلا ثلج جليد اه ثلج او جليد حوله من صلب الى سائل طاقة انصهار رح يمتص منك 6.1 كيلو جول السائل اذا حولت لغاز هذا اسمه تبخير رح يمتص كمان 40.7 هلو هلو طيب البخار لو حولت لسائل تكاثف تكاثف حيطرد 40.7 نفس القيمة بس بهذا ما طارد وهذا ماس يعني هذا ماس وهذا طارد هذا ماس الانصهار والتجمد طارد طيب لما يطرد 40.7 بتحول لماء سائل الماء السائل لو جمدته وسحبت منه 6.1 بالمية كيلو جول رح يتحول لصلب فلاحظ بالله عليك الانصهار والتجمد هذا ماس موجب وهذا طارد سالب التبخر والتكاثف هذا ماس وهذا سالب طارد التسامي هو تحول الصلب لاحظ الى غاز مباشرة مجموعة طاقتين اللي لازمات التحول من صلب الى سائل ومن سائل الى بخار هاي الطاقة مجموعها مجموع الثنتين هو طاقة التسامي اللي هي 6.040 بطلع 46.71 يعني هاي الطاقة 46.71 طبعا هذي يمتصها الثلج اذا امتص هاي الطاقة مباشرة بتحول الى بخار دون المرور بالسائل واذا طردها بتحول من غاز الى صلب دون المرور بالسائل تعال اقرأ التسامي تحول المادة من حالة الصلب الى الغاز الصلب التسامي تحول المادة من الصلب الى الغاز دون المرور بالحالة السائلة وهذا يتطلب تزويد المادة بالطاقة اللازم لتكسير الروابط بين جزياتها او ذراتها ويصبح التجاذب بينها ضعيفا جدا فتتحول الى الغازية بسرعة يعني من صلب لغاز فبيعطيها كمية كبيرة من الطاقة فتسامي مول من الجليد مثلا يتطلب 46.71 مجموع الرقمين لاحظ مجموع هذا ومجموع هذا هذا بيحول الصلب الى غاز دون المرور بالسائل قل لك بمقدار من الطاقة يساوي 46.71 وكمية الطاقة هذه تساوي مجموع كمية الطاقة اللازمة من تحويله الى سائل وثم الى غاز ويبين الشكل تغيرات الطاقة جميل جميل عندنا سؤالة خفيف لطيف وانتهت الحكاية الرقم والكمدات والحصة الجاي من نحكي عنها ان شاء الله كاتب لك اي التحولات الفيزيائية الاتية يرافق انبعاث يعني طارد ايها يرافق انبعاث عطارد وايها امتصاص يعني ماصة الطاقة جفاف الملابس بعد غسلها جفاف الملابس هذا عبارة عن ماص للطاقة لانه الماء يتحول لبخار وتعريضها لاشعة الشمس ماص للطاقة انصهار الكتل الجليدية ماص للطاقة تكون السقيع الجليد فليالي الشتاء الماء سائل بتحول الى صلب سائل بتحول الى صلب هذا اسمه تجميد والتجميد شو حكينا عنه انا وياكم التجمد انا قاعد بسحب منه طاقة فهذا طارد تكون السقيع الجليد مي تتحول الى صلب سائل بتحول الى صلب بحطه في الثلاج صح؟ لانه الجو كثير بارد بيسحب طاقة من المي بيسحب طاقة من المي بيسحبها منها فبتحول الى جليد فهذا طارد للطاقة وصمم برنامج استخدام سكراتش صمم برنامج امورك طيب الحصة الجاي ان شاء الله بنحكي عن الكمدات الباردة والساخن اللي هي في موضوع العلاج الطبي الرياضي وان شاء الله بنستكمل انا وياكم الحل تبعنا ودراستنا وشغلنا في بعدها حل اسألة الدرس مراجعة الدرس اذا الحصة الجاي باذن الله تعالى سوف نقرأ انا وانتم اللي هو الضمدات الطبية او الكمدات الباردة والساخنة ومن ثم نراجع درس وبيكون هيك درس التغيرات المصاحبة للطاقة الطارد والماص وموضوع اللي هو الحالة الفيزيائية واثرها وعلاقتها بالطاقة باذن الله تعالى تحت تصرفكم الله يعطيكم الف عافية لأتنسوا لمصلح دعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته